يا رمز خير عايزي فيه لا مفيش حاجة مفيش حاجة قعد يعني انت بخليني أقف للبزار عشان مفيش حاجة أسلي بيني وبينك يا دولة يعني كنت عايزة زوغ من البزار وقلت بقى يعني حد شجعك آه حد شجعك وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي شجعك اللي لقيته بقى آه طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمز تخصم لنا ايه دولة؟ ده انت صاحب الشجر انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشوف شيشة؟ شيشة اه طيب مخصوم لك ثلاثة يام يا رمزي ومن بكرة الصبح تطلع على البزار تسيقوا كله وتمسح التمثيل تمثال تمثال وخلي بالك من تمثال حتحور انت كسروا قبل كده ثلاث مرات يا عملا انت مش بتقول بكرة احنا ولد النهار ولد النهار؟ اربع تيام خاص مع يا رمزي ايه ده؟ انت شاف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ اه شايفه ياه ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده هومون غير محد ابدا لا مش هو انت ايش عرفك بس هارف بقى لي خمستاشر سنة ليفسي اشوف الراجل ده انت عارف الراجل ده بالنسبة لي يبقى ايه؟ ايه دولة الحب الاول؟ الحب الاول هاهزر ها خامس تيام خاص مع رمزي ست ايام بتزود؟ ماشي ماشي ده ابني الشاعر حمدي عجلان ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هولا حجلان بس يا بس يا لب صباح الخير مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الاستاس حمدي عجلان؟ ايوة اي نعم هو حضرتك انا عادل سعيد مؤلف على قدي يعني كاتب دوان شاعر وعندي بازار جنب القهوة يا ريت اقدر اعزم حضرتك على اي حاجة يعني لا 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 في الحقيقة مش اقدر اشرب اي حاجة لا 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 مايصحش يا رايس عجلان مايصحش كده لا حتى حضرتك لو ما شرتش حاجة يبقى كأنك تفيت في وشنا كلنا ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائية وعفوية على فكرة انت فنان فتري لا لسه ما فترتش والله بس ما فيه قموتي كلنا نفتر مع بعض الفترية والفتور اه 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 الفترية والفتور يعني جناس ناقص جناس ناقص على فكرة صاحبك بيقول كلام قديم قوي قالتلي انت اسمك ايه الاستاذ رمزي بتعرف يا رمزي ان بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتحتي انها بتنتمي للمدرسة الرمزية ها 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 على أساسها رمزي ورمزية أعرف حضرتك والدتو برضو الله أرحمها كان اسمها رمزية وكانت مدرسة برضو من علشان كده كنت بزوغ من المدرسة أمي بقى اشربوا يا بحواب تشرب ايه يا ريس عجلان اشرب حاجة على زوق على زوقي حلبسة يا رمزة حلبسة حضرتك يعني أنا حضرتك بقى أنا كتير قوي يعني ما شفناش أي دواوين جديدة لحضرتك واضح إن حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحلة مخاض فكري للاندماج أثناء ولا إيه أنت مش هتفتر أستاذ عدلي عدلي بيقولك حضرتك عدلي دشارع عادل حضرتك حضرتك وإنت يا أستاذ رمزة هتفترني إيه حضرتك أنا عامل دوان شع يا أستاذ خلينا في موضوع الفطار الأول حضرتك بتحب تفكر اللحمة لحمة ياريت والله ياريت حضرتك أسمعك قصيدة بعنوان مصر هات يا أستاذ ما تحوشت بتحم خيالي في اللحظة ديت وطقم بقى صلاطات مع سائع سبعة ينخذ وطقم صلاطات مع سائع بكده تكتمل الصورة دولة إنت سمعت بقى إحنا عايزين إيه ها رجلشنا بقى رجلشكو ده أنا هرواقك حضرتك إيه رأيك على ما الأكل يجي يعني أسمى حضرتك جزء من دواني بعنوان مصر ها ها هيكون في لحمة آه إن شاء الله هيكون في لحمة حضرتك يعني أنا الدوان بتاعي بيكلم عن الإنسان المعاصر أثناء مروره بإشارة المرور والدنيا زحنا جداً وهو متأخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاع بيغسلني ممكن أقول رأيي فضل ممكن تكون اللحمة موزة ضاني بالبطاطس آه يبقى ناكل عند العسكري أنا أؤيد هذا الابتراح وأنا أؤيد هذا الإنسان وأنا مخصم لك ثمانت يام حضرتك يعني مش تسمع جزء من دواني اللي هو بتاع مصر ده وإحنا مش هرقناكه للأول أيوة طبعا هنأكل يعني خلاص أنا هعمل لك ندوة تقول فيها كل قصيدة وأنا بقى اللي حدرها لك منفسي محقولة يا نهاري السوحي يا نهاري السوحي ده شرف كبير جداً لي يا يا فندم والله آه وبعد بقى ما ناكل من عند العسكري نطلع على المبتشاجي بتاع لقمة القاضي لقمة القاضي بموت فيها بالسكر بالسكر الدولة حاسب بقى الأهواجي ها ماشا حاسب الأهواجي أنا أخصم لك كم يوم لغاية دلوقتي تسعة بي تسعة والأهواجي يومين يبقى خمستاشر يوم يا مامي يا سناء يا نجلان يا تنتي إنعام يا ياسمين احضرونا ايه 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 جري يا راني واحنا كل ما نختلف مع بعض تحودي تعيد بدي العيلة اللي في البيت دي ايه فيه ايه يا راني دلوقتي عايزك يتحكم المباتل وانا عارفة ان كل مرة بتيجي في صف ابني بس المرة دي بيزداد بقى مش هتقتاري وتحدي قولي يا ستي عمل إيه سعادل تاني سعادل عايز يعمل ندوة شعرية في البيت بدل ما تعمل لنا حلة شعرية باللبن والصفة نتعشى بيها وإيه تعمل ندوة شعرية يا سلام اللي اسمع كده يقول يعني محروم الاكل ما انت بتاكلي كل يوم انت ببتركزيش غير في الاكل وبعدين ندوة شعرية ايه المشكلة يعني ايه المشكلة ان نعمل ندوة شعرية الاكرة بتاعة قبتي اتكسرت عاوزة تجيب نجار يصلح وبالمرة بيما ان النجار جيه يعني خليه صلاحي ضرفة الدولاب بتاعه كل ما قفلت الفتح كل ما قفلت الفتح عمز يكون فيه عفريتي عادة هم يقصدوا يقولولك يا حبيبي ان فيه اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهقص والكلام الفاضي كلام الفاضي اهم وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني عموما د بيتي وانا حر اعمل في اللى انا عايزة طبعا يا عادل مارس هوياتكِ اللى بتحبها ناهم الحاجة يا حبيبي انها ما تقصلش على دراستك نااااااااااااة على فكرة يا عادل بتوع الشعر دول اللي عاوزين يستغلوك وإيه اللي خلاك بقى متأكدة во كدة يا مامو ده وارح يبني جدا لان الشعر بتاعك ركيك فاشل في الشعر فاشل في الشعر انا مش فاهم فيه ام تقول ابنها كده وانتو تفهموا ايه اصلا في الشعر كلمة شعري دي جاية من شعور وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصة في البيت يعني مثلا ابي فرناص الشعر الجاهلي عمرو كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجة ابو فرناص ما كتبش بيت وبيته ناقص يعني وانت تعرفوا ابو فرناص مراتو معاكي في النادي يعني خدنا في المدرس مدرستو مللو ابو فرناص ينكي بتولي عليه ده كان بيطير الشعر اللي اصدق عليه اسمه ابو نواس يا جهلة ابو نواس ده بتاع الشاورمة اللي بشارع جامعة الدول العربية اهه بسم الله ما شاء الله ايش جب مدرسك اللي بباب الشعرية لجامعة الدول العربية بتيجي وانت يعني عارفة كل حاجة فعلا ابو نواس ده كان بيطير في شارع جامعة الدول العربية وهو بيقول شعر وقع فتح محل بتاع شاورمة معروفة يعني واندلوقت يا جماعة بجدد بجدد الشعره دول لو جوم هنا البيت انا مستفيد لان انا ممكن ابيع لهم الشعر بتاعي بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهما احسن يا ابني اسأل حاجة في الدنيا انك تقول الشعر اقول لك شعر ابو نواس بيونيز الناس بح يقف يقط ايه البيت دي او اي كلام محلص بص يا جماعة انا فعلا غلطة ان انا فكرت اجيبي الشعره دول هنا كنت عايز ادي ايمة تانية مختلفة للبيت احول اعطل حلوه اونع ماث زن بالكديه با استاذ عادل كل حاجة مسبيطة عشان الخطبة اللي هتلقوها من هنا يا ابني ما اسمهاش خطبة افهم بقى اسمها تم سيا هيجب انبت بجونها بقى ايجب الجمحش انا عنايه ليك احيتة بس اهم حاجة عايز القهوة النظر منضبطة ومش عايز فيها اي دوشة عشان نعمل الندوة بتاعتنا كويس بالعناية حاضر مقضية شو قولي تمسية؟ تمسية مقضية يا دول اهلاً اهلاً الشعر جوم يا نا شو صباحك خير؟ اهلاً وسهلاً الاستاذ رمزي ايه اللي كلمتك عنه؟ ايه ده؟ ايه اللي كلمتك عنه؟ لا انا مرتبط والله يا نسا انا بحس ضعاب يا شعبية انا بعمل بحث في الموضوع ده يا اهلاً وسهلاً المنورين ايها الشعراء تفضلوا 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 اهلاً وسهلاً حيث تدارنا دواتنا اليوم من هذي الترابيزة ان شاء الله وربنا ايتمن بخير ايه يا عائد البلاش ربنا ايتمن بخير دي بصوا بتبصيني ازاي؟ ايه الانيسة صمرش الشاوي دي استاذة في علم الدمال وبحثة اجتماعية اما الاستاذ ابراهيم التت ده اللي يذكر اسمه في اهداء الشاعر رميح عفيفي ده بقى فسوخة الحظ لما يتحطي اهداء في ديوان اي شاعر ما يبحش اقل من خمسين نسخة يا خمسين نسخة ما شاء الله اهلاً وسهلاً استاذ فسوخة اهلاً وسهلاً دكتور الله يعني انا صراحة مش عايز اعرفكم بنفسي بشكل تقليلي ولكن هستعين بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايدا شيسبير قال ان دواردة اياً كان الاسم يعني مهما يكون اسمها اي يعني ستنشر عطراً يعني هتملى القوضة ريحة بقى هو قصده يعني يقول تعرف فلانا عرفه قريت شاعره لا يبقى ما تعرفوهش ايش عرفه كله انا عايز اقول ايه ما لكش دعوة خلاص يا جماعة انا هقولكو قصيدة من دواني بعنوان مصر وبعدين هنعمل ايه فل الله دي ربنا ينصطر بقى انت مش قلتاني بفي عشا اشتاج عدي اعيب العشا موجود اللي احنا من عند العسكر وهي لقمة القاضي جاية كمان طب اتفضل يا استاذ عدي نسمع لها اشتنى والله عايزين نستطع يا مصر يا حلوة يا غالية فيجي التوك توك مال الشوارع ومحدش عارف هتعملوله وخصة ولا هتسموه كده ولا ايه يا مصر يا غالية استاذ عادل ايوة يا سيدي عارف بالسكر لقمة القاضي بالسكر مش المفروض ايجانا ديلي البدوة اه انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان يلا وقاحتي يلا وقاحتي اتفضل حضرتك اتفضل دلوقتي يا جماعة انا هقدم لكم الاستاذ عادل شاعر مبتدل ودلوقتي هنسمع شعره والقصيدة اللي هلكيها بعد ما نشوف ماتش الاهل لأ ماتش الاهل ايه حضرتك لأ حضرتك احنا هنركز مع الماتش احنا جايين نعمل النادوة انت ناسي ولا ايه استاذ عجلان طب ما بتركها فنان برضي مش ده ماتش الاهل وطلخة ايوة يعني هنسيب النادوة ونقعد نركز في طلخة طلقت اللي نركز فيها اخواننا طب يا دولة طب ما تقولي البقين بتوعي في الهفطة يمت يا جماعة بصوا بقا يا ام النادوة يا ام اللحن انا مش فاهمة ايه اللي جرى للبدنجان كان زمان ادب المقوار الفكرش البدنجانة يبقى زي الزبدة على طول ايه في ايه انتوا كده بتعملو كده بنعملو كده ازاي مش عارفة اتاري اكلوكو كلو مدهول ومهرول انا عرفت دلوقتي ليه انا عايز اعرف بقا ساناة ليه ما بتنورش معانا البدنجان اه ايه انا قوة البدنجان انا تقوليني كده انا امرأة عاملة ما عنديش فراغ ما عنديش وقت انا بربي ناشئ زول المجتمع دي تكفتح من صوابعي انا اقور بدنجان الان ها فضيالك انا عشان اقور بدنجاني يولد دا حمار اما دا بقا دا حيواني اخري اللي عندك بياني فضلوا يا اهلا بس ثانية واحدة بس عشان افضل مكان عشان عندنا ستاء بتبصة انا ايه اصبوروا انا معاك حد يا عادل اا ايوة معايا حد معلش فضلنا بقى الصبع انه يلا يا جماعة يلا يا سناء شين المحش اللي انت بتعمليه دا؟ اولا سناء ما نقورتش معانا وانا محشيايا من صباحية ربنا مقورت معاك وانت كده دم هدي مقورة مش تأويل ابدا انت بتخرميها من اللاحة التاني برافو عليك يا حمادي تقافي انا جواني بو بيقورت بتنجانايا برافو عليك يا ياسمين عقبال ما تكبري كده ان شاء الله وتقوري ورق عينب يحني انت يا عادل ما عندكش دم ما بتحسش شايف البيت ملعة بكرة رايحين جاينا عمية نرمح فيه طول اليوم فقلت تريحنا من الجاية وتحبسنا ما غصبن عني هعمل ايه؟ يعني يا رانيا هعمل ايه؟ يلا يا رانيا يلا ما تكتريش كلام معايا مفيش فايدة من الكلام معايا تعالي نوعك في البسين يلا اتنين النامونيا عادل اجيبي الميوطة يا مامي ايوه حبيبتي خد الميوط يلا بتكره على الله بسرعة يا دولة ايدي تخدلت اهلا وسهلا خلاص عديهم عديهم اتفضلوا يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضلوا اتفضلوا ايوه كده يا دولة بقى كده الواحد يتفرق على المطش يا عم براحته المطش داب يا استاذ انت ايه اللي جاه بك اهلا وسهلا تفضلوا يا شعر يا سلام المنزل والبيت امتلأ بالاشعار يا شعر انها يا سلام يا استاذة سمر والله حضرتك نورت البيت المتواضع اللي انا فيه ده الشعر كله ماشي بتدلدأ منكم ما شاء الله اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا طيب يا اسادزة انا بعد اذنكم يعني حابب استأذن ابن عمي واخويا وحبيبي ان انا القي عليكم قصيدة لا قصيدة ايه قصيدة ايه انت تكونون فيها لا يا مانوشة بالحكادي انه يهرج يا ايوان كنت متأكدة انه هو شعر يا ريت يا ريت نسمعه ده احنا مستنيين اللحظة دي من الصبح لا حضركه هو تهريجه خلاص ولا ايه ده يا شاعر مش اهد يقول شاعر ايه ايه انت غيران من رمجي لا غيران منه ليه يعني اتفضل 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 قول قول ما تضطرنيش بقى اتفضل ده بص حضركه ده نام ده نام تحية تحية للناس اللي جاية في الحتة دية في احلة تمسية الله امبارح امبارح وانا ماشي بالليل وحدي اطرني امين شرع بصت شمال قلت اه بصت يمين قلت اه بصتلي فوق قلت اه برضو بصتلي تحت قلت يمي خدت جمي وعدى الامين في الكنين في المغربية جعت جعت كالت تقلت نمت وحلمت حلمت البكرة احلى من عمناول بالتحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ايه شعر ده ايه شعر ده ولا مش شعر طب مانش مخصوم منك شعري ده بقى بيجمع بين الشعر والنسر على فكرة اكتبها لي عشان انشرها في الجريدة ما بعرفش اكتب ايه لها المعقولة الشعر ما بيعرفش اكتبه يا ريت ده ونهالو يا أستاذ عالي لأنها مهمة جدا ده بيفكرني بالشعر العبقر المنتشر السيد العفن في القصيدة المهمة جدا بتاعته اللي اسمها المواطن المقفول مواطن المقفول ايه ايه معلش معلش ازنوك يعني انا جايبكم البيت عشان اقولكوا الشعر اقول بقى شعر ولا ايه اتفضل قول قول يلا سمعنا يا مصر يا مصر عايز اقولك على حاجة مهمة جدا بس تسمعيني والنبي بقى ع مصر بقى عادل 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 عايزة ايه خلي تنخشي خلي تنخشي معشي ايه في وسط مصر دي وقولك ايه هدل سبعيل محشي ناية حضرتك سخلون شكرا حضرتك محشي اللي انت عايزه ومش احنا طلبين اكل من عند الراجل العسكري ده حضرتك لحمة وكله واحنا شوفنا منك حاجة كمل كمل يا مصر يا مصر نيلك طويل من اول بقى ايه كبرى قصر النيل لغاية بقى ايه عين الصيرة وبين الصرايات لغاية الاناظر كله واحد صحي اقولك ايه اقولك ايه شوفين حاجة غير دي غير ايه غير اللي بتقولها دي دي حضرتك مش عقبك لا وحشة وحشة بصراحة وحشة 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 والكلام اللي كان بيقوله ده كان حل ده شعر تلقائي تلقائي ايه حضرتك ما انت لو عايز بقى من ابو تلقائي ده ما اتفضل حضرتك اتفضل ماشي تلقائي ده انا فرق ماشي اللحمة حمرة والرزة بيدها والفتح حلوة الله الله ايه الحلاوة دي ها دي السعر سعر ولا بلاس ولا حتة اللحمة حمرة يا سلام على وصفه لللون الاحمر بتاع اللحمة وصفها بطريقة بليغة عميقة الافعر ولطيفة المزاق والمعاني يا سلام هو ده الشعر اللي عجبكو يعني دهاتك واقع ملموس ومأكول مأكول ازاي يا حضرتك ايه احنا مش هنأكل لأ ولا ايه ايوه صحيح هو الاكل فين ايه الندوة القرديحي دي ايه الندوة القرديحي دي انتبهين اساسا عشان تاكلوا والله العظيم انتوا لا شعرة ولا ايه حاجة وتكره عليكم الداعين برا تقضر متأترودك ؟ ايها بتروككم متأترودني ؟ ايها متأترودك يا اساس عجلان اتفضل يا عام التت تتفضل يا عابل يا عادل ما اترض صمت اترض صمت ايه اساس بنحسوس على شارك بسك فييه يا اساس عادل انت مستأبلك بدع يا تلاشة قبل ان يبدأ انت تعرف يعني يا تلاشة يلا تكره علي الله التكره علي الله ومفيش لحمة انتكره علي الله أنا غلطان أنا بطلت شعرة محاولة فشلة فعلا. بطلوه. بطلوه. شعر. بتقول شعر يا صايع. بتقول شعر ده انا لمك يا ادمي الشوارع يا. ده انا معالك في البزار. شفا يا. ابعد عن سكة الشعر تسلم. وتعلم بقى من اخطاقك مرة في حياتك عودي. اخطاق اي اللي اتعلم منها. دول ناس مدعين ما بيقدروش الشعر اللي انا بقوله. يعني مثلا انا دلوقتي اقول لكم القصيدة بتاعت يا مصر هو انا هستنى او مش هستنى. تستنى ما تستناش انا دخل اقوّر المحش. انا هاقوّر الكراريس. ايه الكراريس في الاوضة في الاوضة. لازم اروح الاوضة. ماشي ماشي. رانيا بصي بقى. هقولك. بص يا حبيبي انا بحبك قوي بس انا مضطر اخش لان انا موريش اي حاجة جوا. ولا رمزي. ايه. هتسمع انا هتسمع غصبا عني. لا يا عم انا كل ما اعود معاك تقسيمني. لا يا عم. تعالي هنا. تعالي هنا. تعالي هنا. عشان نتغيري يعني تفتري علي. اه عشان صغيرة هسماعي غصبا عني كسا. مين الحنم اللي بتديك رانا في ساعة زي دي. ده يا رمزي عايزيس رمزي ده. اه يا رمزي عايز ايه. الحقن يا دولة الحقن انا في مصيبة كبيرة يا دولة انا هضيع منك. مصيبة كبيرة تقوم مديني رانا يا غبي. ما منكرتها يا اخلص يا دولة يا دولة انا هضيع منك. عايز ايه يا عم اتضايع فيه ايه. اللي لازم نتقابل دلوقتي حالك. انتقابل. بص يا رمزي انا ممكن انزل دلوقتي واجه قابلك. بس لو لقيت حاجة هابلة ولا حاجة ممكن تستنى للصبح انت بقى ما تستناش للشغل للصبح. طب خلاص يا دولة مفيش مش كلام. ماشي ايه بقى هو الموضوع. عادل قوم افتح الباب قوم افتح. او 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 او. ده ايه الليلة العجيبة دي. ايه دولة في حاجة? باب بي خبت يا سيد. طب ما تفتح يا دولة يمكن واحدة ستة ولا حاجة محتاجك في موضوع ما يستناش للصبح. يا دي الصبح اللي مش لقى حد يستنى ده. دولة حبيبي ادولة. امسك يا رمزي. حطي دي كده على راسك وحط ايدك عليها كله وحتوبك كويس. طب وحطي ايدي ليه انا تعبان ما تخلي انت ايدك شوية نقنق. نقنق. ايه امسك بنفسك امسك. ايه يا بدي ايه بتعكس اختي في بيتي انت جن انت. ما تحكي بقى وتخلصنا ايه الموضوع اللي انت مصح فيه اكاديمية الفنون اللي احنا فيها دي. بص يا دولة انت بعد اما انت سبتين مبارح في البزار بالليل وسبتين ومشيت. انا قاعد الواحد بالليل يا جماعة في البزار. ومش لاقي اعمل حاجة اعملها يعني اسل نفسي فقلت ادخل الحمام. وبعدين. فجأة سمعت اصوات غريبة برا الحمام. ايه يا مامي. ايوة انا اتخضيت كده برضو زيكم. يا سلام انا اتخضيت زي يوم وقلت يا مامي. لا قلت يا اما. فجأة يا جماعة. انا اتخضيت بقى وقلت بقى اتشجع يعني. فبعد خمس ست ساعات كده يا رونيا. امتفتح باب الحمام وخرقت. ايه. لقيت بقى التماثيل برا. اتحركت. والشبابيك اللي انا لسه قافلها بأدية مفتوحة. يا مامي. وورق البرض يا نقنق كلهم مترمى على الارض. يا مامي. والخزنة مفتوحة. يا مامي. الخزنة مفتوحة. اه. لسه مهنة. يا دولة يا دولة مافيش داعي يا دولة مافيش داعي مفيش حاجة يا جماعة تسرقت ولا اي حاجة تحركة. يا لم يمكن يكون Magnet طب ما يمكن رامزي هو اللي عملها وعامل فيها ناسي مثلا جماعة. يا جماعة مفيش معنى غير واحد بس للحكاية دي كلها ايه؟ لعنة الفرعن يا مامي لعنة فرعنة دي لعنة الغباوة ده حرامي ياهبل حرامي ياهبل يا دولة لأ يا دولة ما تكبرش يا عادل الحسد جيفة القرآن حسد ايه بس يا ماما ده حرامي لأ لأ عادل ايه وعتروح البزار انت ولا الواد رمزي ده الا ما تجيبه حد يفككلكوا لعنة الفرعنة دي صح يا مرات عمي صح وبالمرة بقى يصلح الحنفاء اللي عمالت نققت دي اه دع على اساس ان احنا نجيب واحد خبير في الفرعنة وسبك في بروجرام واحد بس يا جماعة ما تقلقوش انا جات لفكرة انا بكرة الصبح يا جماعة هطلق على القرعة الفرعونية ومش راجع يا نقنق الا والخبير في ادية ماشي ابقى بكرة تروح للقرعة الفرعونية اه 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 ولا مش لان بيطلع في اللي هو بتاعة فلم بتاع اسماعيل ياسين في مستشارم و جنين اللي كان بيقول دي مربة يا معلم شو خليه بقى يركز بقى انت ما شفتش اللي انا شفتهم بقى هو هرين ها ها حامل ده تمثال الله اكبر انت ما كنتش حارف انه هو تمثال كنت طول الوقت بتبيعه على اساس انه خاصة وملانة مبدئيا المكان ده ملحول شفت شفت يا دولة عشان انت ما كنتش مصدقني شفت يا عم تكمل يا معلمة 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 ايه انا بروفيسير معاي شهادة الدي اتش اف تخصص لعنة فرعنة يلا خربين تك بروفيسير تقولها معلمة انا اسفين جدا تفضل كامل يا اسطح المكان ده ماليان لعنات كتير قوي بس انا مش قادرة حد تكمل الظبط انا شايف دلوقتي لعنتين كل لعنة هيا علي اللعنة رجل ما فهم حاجة يا دولة خليه بقى يشتغل بمزاج طب والعمل بقى يا كابتن عمل عمل ايه العمل عمل ربنا ونعمة بالله ما قلناش حاجة بس يعني حضرتك ارواح الفرعنة ده واحد ارواح الفرعنة يعني اتضيع وقتها وتيجي اتطردوا حضرتك وبعدين حضرتك دي كلها يعني اثار مش حقيقية اه لا حضرتك فهم غلط دي اثار الفرعنة فلازم تيجي تحميها حضرتك دي تقليد لاثار الفرعنة عشان الاجانب ياهدوها البعض يعني يا دولا بقى ما تكبرش بقى يا دول انت ما شفتش اللي انا شفتهم بارح يا عمل ما بيقولك ارواح الفرعنة انت برضو مش عايز تصدق حضرتك اصدق ايه اذا كانت ارواح الفرعنة دي مش عارفة تحمي الاثار الحقيقية اللي بتتسرق وتتصدر لبرا هتحمي شوية تماثيل تقليد جوه بزار لا انا هقول لحضرتك بقى يا كوتش بص الفرعنة واللعنة هم مالهمش دعوة ادوا الاثار تقليد ولا مش تقليد ولا اصليين دي المصلحة بتاعتهم فلازم يجوا عشان يحموها دي المصلحة من زمان اوي يعني رزقتهم من خمس تلاف سنة رزقتهم من خمس تلاف سنة هم ليه بيشتغلوا فيها ومعابد وبتاعه واثاراته ناس رايحة ناس جاية فيه فلوس يعني بقولك يا استاذ عادي المكان هنا ملعون وفيه لعناك كتير اوي بس انا ممكن اطلعهم لك وكله بحسابه يعني تقبقني ايه يا عم ايه يا عم انت جايب لي رفاعي تلع لتعبين من محل حضرتك انا مش عايزك تتلع حاجة مش هتطلع حاجة اه وتفضل اطلع انت برا انا اه ايوا يعني بتطردنا اه 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 ماشي اتفضل حضرتك برا ممكن اخد الشنطة اتفضل خد الشنطة وخد اللعنة واللعنة ماشي بس هترزق على فكرة ماشي ترزق بعيد عننا تكرع الله سامو عليكم اعيكم سامو اطلع برا ايه دا حرام يا عم يا دولة بقى يا دولة ما خلتوش يطردهم ليه بس يا دولة طب انا دلوقتي بقى هبت في المزار دا ازاي دلوقتي يا لا شالة هترزق عادل هو رمزي حيبات معنا النهاردة ولا ايه ايه دا هو لسه عاد دا غاية دلوقتي انا قلت اكيد زمان وزيه ومشي انت بقى ليه ثلاث ساعات اه انت بقى لك ثلاث ساعات عملت حلة في الكلمات المتقطعة الناس دول اصلهم مش فاهمين الناس اللي عاميني كلمات المتقطعة مش فاهمين اه طبعا بيقولك اهو يا ستي بصي كلمة مكونة من تمن حروفة هم عن بلد بتشتهر بالبن وسايبين تمن حروف طب موزح تمن حروف لا طبعا خمس حروف بس يا ماما بلاء خمس حروف معروفة ولي اشعر بلد بتاجر في البن البرزيلي يعني مش البرزيل ذات نفسها يعني بقولك ايه ثلاثوا كلمات المتقطعة وقمحي لنا مشكلة رامزي يا ستي رامزي يعني هجرله ايه شوية يزهق ويمشي واكيد ما بيعملش حاجة عدلكد احنا مش عارفين نقط بحريتنا في البيت خلاص، بيتمشي حريتك في البيت التعليقاتي هو أننا نقوم بشكل جميل اهو خليه معاك وروح اتعاشرة اجاب لك كيس كوشري بس ربنا يخليك يا رب يا دولة طب ينفعي انا يخليه معايا وقعد برده اتعاش معاكم لا مش هينفعشان احنا هننام دلوقتي يا رب يا راجل ألف سلامة ألف سلامة تصبح على خير يا رب لا لا واحدة بس أنا آسف أأخرتكم لا لا اتكرى على الله يا سيادة ودريكي مرخامة بفنلته الحفرة دي وعلى طول جاي وقاعد وقاعد كأنه بيت أهله يعني قاعدوا يحسسوا ان انا متضايق من وجوده برضو ولا هو هنا الناس ما بقاش عندها دم الخاص والاخ معانا هنا ولا يش لا انا قاعد مستنى بتو بص جريالة يا رامز جريالة ما تقوم يا رامز لا يا دولة اقوم ايه ما انا استحيلة بيت هناك في البزار بعد اللي شوفته وسمعته يا عم ليلة مبارح بص يا دولة انت هنا يا عم بيت ابن عم حبيبي اللي هيستحملني ولا عايزني يعني ارجع للبلد تاني انت بتهدد اه ارجع للبلد يا رامز ارجع بلق بص بصرق ارجع بلق ورامزي ايه انت خيال بقى دولة الكلمة دي وجعتني بقى من جوا هنا انا لو عندي زرة كرامة واحدة ما كنتش اعد هنا في البيت ولا ثانية بعد كده وانت معندكش ولا زرة؟ خالص يا دولة اعمل له ايه بقى الودة؟ ريح نفسك يا عادل الودة اهبل وعبيته متخلف واجوف من جوا الله شايف الكلام دورك الله يخليك يا بولة طويلة من العلاج والادوية ومن كهربو ونصرف عليه مصاريف خسارة في جتيتو برضو مش هتوصل لحاجة هيبدأ لعبة زي ما هون احنا لو جبنا له كونسولتو دا كاترة مش هينفع معاه انا فهمه كويس لا يا دولة انا عندي بقى حل تاني انت يا ابن عمي تيجي تبايت معاه في البزار ها؟ علشان تشوف بعنين وعشان تصدق ان انا مش مجنون ولا محتاج جلسات كهربة ولا مصاريف انا بقى عندي حل تاني خالص انا بنفسي هتصرف المهندة موسيقى اشتركوا في القناة 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 الحمد لله خدتني عليك والله يا رجالة يعني اشتركوا في القناة 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 وهي مأساتي مع عادل الذي يتبع فيه أحياناً كثيرة تقوس والدته الشمطاء التي تشبه كثيراً أحدى بنوتر دام وأخته السايكو بربرية السايكو بربرية أنت سايكو بربرية يا سلام عجبيتك قوي السايكو بربرية والشمطاء اللي أبلعه بسطر دي ما خدتش منك أي إحساس هي الشمطاء دي الشتيمة؟ دي الشتيمة وحشة قوي يا ماما وحشة قوي يا ماما؟ دي من قاع المجتمع يا ماما يا خرابي هو إيه البتاع دا؟ دي مذكرات رانية يا ماما طب وحيات شرفي لروحة جرجرها ببشكرها وشدها من شعرها ووريها الشمطاء دي على حق لا إهدي يا ماما ولا يكون عندك فكرة أنا حقدبها لك إزاي؟ بس يا ستي أنا لما يكون عندي ولد في الفصل مضايقني ما بضربوش بتعلقيه من رجليه؟ ليه يا ماما وأنا أمونا الغولة؟ بسيبه على جمل وأفضل أزله 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 لغاية لما يتخنق يجي يبوس إيدي يقول لي عشان خطر ضربيني وريحيني طب ما تزليها تزليها هتشوفي عيني بيكي دي كالنهار يا عادل أم ميرفة الأميرة الطيبة تخنقت معاهم وشوشب تحت الخضار على حزمتين فجل وقالت لها كلمة كده أنا حسة أنها مش ولا بد قالت لها يا شمطاء شمطاء دي كلمة فارسية مكونة من مقطعين أو المقطع شمط وهو حيوان موطنه وجمهورية خوارزم والمقطع الثاني مان ده مدق الرسمي الخير فان في العيد قالت لها يا شمطاء أم ميرفة وأم شايماء اتخان وقالت لها يا شمطاء ده كانوا بيرداحوا البعض في البرنامج الثقافي معناها إيدي بقى يا عادل والله إلا أنا أعرفه إن شمطاء دي يعني ست العجوزة الكركوبة اللي جلدها مكرمش اللي طقم سنانها واقع قاسبنا بقى من الكلام ده خلاص بقى أم ميرفة الطيبة الحلوة الجميلة يتقال لها يا شمطاء أم شوشو المزغودة اللي معندهاش دم أم شوشو هي اللي قالت لأم ميرفة كده؟ آه بقى أقولك إيه شمطاء ومكرمشة بقى أم ميرفة مكرمشة؟ ده أحلى حاجة فيها بشرتها ولا حسنتها ولا ضحكتها الغمزات يبقى فخدودها يجلنوا ضحكتها إيه يا ماما؟ أم ميرفة دي ضحكتها بتجيب أخر الشارع اخرس يا عادل ما تقولش على أم ميرفة كده أحلى حاجة فيها ضحكتها لا حول أولا أخوت إلا بالله ماما دي عجيبة شوف مبارح ما كاناش طيقة مميرفة ومتدايقة منها جداً إنها أخرت إيدي لهون ساعة اللي استلفتها منها النهاردة مستعدية تتبرع لها بكليتها الشمال عادل روحي حياتي ترارارا يا سلامتي إيه المشاعر الفياضة اللي انت جبتها دي نزلتها من إيه عن نقل؟ قفتك يا عادل أما النهاردة حصل حتة حكاية إيه حصل إيه؟ شيما زميلتي في المدرسة مدرسة الكيميا فجأة كده يا عادل عايزة تتطلق من جوزها أه أه تتطلق ليه؟ بعد عشر سنين جواز فجأة بتقول إنها ما بقاش فرس أحلامها للمفروض يختفى على حصان اختفى على حصان؟ هي أطموحها إنها تتجوزة عرباجي؟ مش ترط على فرس أحلامها يختفى على حصان أبيض يكون زموركوشي زموركوشي؟ كانت عايزة تتجوز مملوك ولا إيه؟ إيه يا روني؟ مالك يا حبيبتي أعصابك تعبانة ولا إيه؟ فيه يا راني، إيه اللي حصل؟ ها؟ لا يا عادل دارت طمعا فوي لا بدورت ماما؟ هي رانيا يا ماما بتدور على حاجة؟ يمكن بتدور على اسم النبي حارسها بصيرها مذكرتها آه مذكرتها؟ اللي قالت عليك فيها سايكو بربرية واللي قالت عليك فيها إنك شمطاء؟ طب تفتكري بقى، ممكن ما تلاقيش اسم النبي حارسها المذكرات دي؟ هي لو فتحت دمخها وسمعت الكلام وبقت مؤدبة ومشت على العجيم ما اطلق بطوش احتمال تلاقيها طب ولو ما عملتش كده احتمال بقى يا ماما جزها يعرف ان هو ما كانش فرس احلامها للمفروض يختفى على حصان ابيض زرماكيشي ومامتها كمان احتمال تعرف انها بتقول عليها انها غبية ودخينة يدي المصيبة مامتها وجزها لا 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 احنا لازم نساعدها احنا دلناها عالطريق يا ماما وهي بقى تساعد نفسها هي صغيرة انا تحت قبروك في كل اللي تطلبوه رانيا انا مزنوها في خروجة كده بلوزتك الباب نظيفة انا انتي عارفة كويس ان انا مبسلفش حقتي لحد عارفة كويس قوي اه ماشي حقك برضو تعرف يا عادل عادل مايعرفش مكان البلوزة بتاعتي قومي هتلاقيها الفرابة اعضار فرابة قومي يعني تسلي فيها البلوزات والجبات يعني تتعاملوا مع بعض بقى تتعاونوا يعني كاكوات فعلا برافة عليك طبعا يا حبيبي طبعا رانيا يا حبيبتي ما شفتيش الشبشب بتاعي ابو صباح لا يا طبعا اصلا مش فكرة حطا فين تحت السرير تحت الدولاب تحت الحوض من فضلك شوفيلي هو فين حاضر يا طبعا يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي ايه ده معقولة هي وصلت لمصباح كمان لا ده كده انا ممكن اشجع واطلب منها بقى رانيا كوباية ميا لو سمحت وانتا ما تعمش تجيبها الناس تكليه ما فيكش ايدان ولا ايه ولا ما افتح اشتريتين خدام افتحتك رانيا يا ريت بسرعة جبيل الميا حبيبتي حبيبتي حاضر يا طبعا حاضر يا طبعا حبيبتي هاة حبيبتي حبيبتي محطب علينا من عالم اللهم في والله يا يا سلام ده المسلسل ده أنا بحب الموت ما بعرفش ضيق ولا حلقة منه دي اخر حلقة في المسلسل النهارده يا سلام رانيا روني خبابتي أنا مش عارفة ليه عندي اصداع وتبغي عما تضرب سبعات في تمانيات في سامبوكسات ممكن تمليه فينجان قهوة سادة بس أزبط بينا فوخي حاضر يا سلام حاضر يا سلام بلاش بلاش مسلسلات بلاش راح متشكلة قوي يا رانيا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه اه ايه ده يا رانيا ايه ده تقادة العبي وسايف المكوى قد كده مكوت ايه مكوت ايه حرام عليكم حرام عليكم يا ناس ارحموني بقى ارحموني بقى انا من الصبت بطبخ وبكنس وبنظف وبشطف وبعمل كل حاجة ارحموني بقى ايه ارحموني ارحموني دي واحنا مولعين نار وشدينك على سيخ وبنهوي عليكي ولا ايه ولا يمكن حطينا على بطنها حاجر وبنعزبها لا 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 بجد بحراء حرام حرام بجد لا خد اوشاك الطاقتي على النفاذ سلامت بطرياتك يا حبيبتي ممكن تجبيلها الشاحن التسريحة اتحذيب ايه بصد احنا عايز اعرف حاجة ايه بالضبط ده انا لو جريا من جواري بتوع صوق عقاس كان زمان اخدت جمعة وصبت وحد اجازة ليه جريا في البنك المركزي اططع لي لو زم اخدي صخرية على كلامي اه اه الصخرية دي زي شمطاء بالضبط لا ما تقصوتش يا ماما هي اصدار صخرية ان احنا بنتمسخر عليها بنشتغلها يعني تحساسة او يا رانيا لا يا حبيبتي ده انا بحبك زي بنتي بالضبط بس كل ده من العشم يا رب انا عشمي فيك كبير ده خلصني منهم ويبصي كده يا رب ياه يا رانيا من زمان ما قعدناش مع بعضين قاعدة حلوة زي كده وعلى فكرة يا عادل ده ليه تأثير سلبي غير مرقي على حل اقل بنا عموما تحب تطلبي ايه ممكن اطلب اي حاجة مختلفة متوازنة السعرات اه طب تحب نطلب مثلا اتنين ماكارونا بخاصية الكبده عادل 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 اريدت مسرحية كراسي الاعتراف للكاتب المسرح المشهول المؤلف العالمي ارنود وشو؟ ارنود وشو؟ لا انا شفت فيلم لهيب الانتقام بتاع ارنود شوارزينج بصي عادل هو اي كائن حي يعيش ويتعاش ويتنفس ويتفاعل مع الطبيعة بيبقى جواه كم هائل من المشاعر والمتناقضات والاحسيس والاحتياجات لو ما حصلنهاش تفريغ او انا ماء نفس بيقول ان هو ممكن يجيله مشكلة وعطب في الجهاز الفني التنفسي بعيدا كنا انا مش فاهم حاجة ما اللي انت بتقوليها بس يعني انت عايزة توصل للي الاي بالظبط يا رانيو؟ هوة ا ا ا ا ا ا انا انا كنت مخبيه عليك حاجة يعني وـ& و.. و.. عادل عادل انا انا خنتك يا عادين ايه؟ خلت يا أ Pvd يا شيخة انا في تكرت كنت هتقولي ايه خنتيني؟ خنتيني؟ خنتيني يا رانيو؟ بكهاش اي او باش معدس لا بس 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 تكلت على الله خنتين يا رانيا عادل حبيبي انا خنتك بمؤلفاتي بكتباتي عادل بكتباتك ازاي يعني خنتيني مع اجندة لا بصراحة بقى كتبت عنك كلم وحش قوي ما هو اصلي يا عادل انقلاقة بيننا فيها مشكلة طول الوقت انا بحس كده ان في حاجات نقصة ايه بل هقول لك معدينة ايوة يعني كتبت ايه في الاجندة يعني مذكراتك مثلا كتبت ايام الاعداديتك مراختك والكلام ده مثلا كتبت مذكراتي عنك بس مش هيا دي المشكلة المذكرات اللي انا كتبتها عنك دي هبقى احكيها لك بعدين مش مشكلة المشكلة دلوقتي ان ثناء ومامتك عارفوا وخدوا مذكراتي ومسكينها عليا زلوا وعمليني تأمروا عليا وبيعملوني على اني جارية من سوق وكوز ودي حاجة مضايقالي وخنقتني فقلت اعترفلك وخلص بقى ليحصل ليحصل طيب بص يا رانيا بالنسبة لماما وبالنسبة لسناء انتي ما تسمعيش كلامهم يعني هم هيحاولوا يستغلوكي انتي بلتاجي معاهم ما تنفزيش اي حاجة هم عايزينها لغاية ما نتصرف بعد كده في حكاية مذكراتك اللي انتي كتبقى عني دي بقى رانيا ممكن تلمعيلي جزميتي البني؟ لا مش ممكن لاني انا ما بلمعش جزم لحد انا بس بضرب بالجزم حلو رابي حلو 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 ماشي حقك تعرف يا عادل تعرف يا عادل تعرف يا عادل ان رانيا كتبه مذكراتها طيب وفيها ايما عادي جدا كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه طيب تعرف يا عادل تعرف يا عادل ان هي تأيب تحلم بفرس احلام يخطفع على حصان ابيض رماح حصان ابيض رماح؟ والله انتي عاملة زي القطط بتاكل وتن كيري ليه انا مش خدتك الاناطر وركبتك حمار ابيض وبردك الرماح هي اه 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 تركب اي حيوان هي اعايزها حمار لميش؟ دي رايش مهمت 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 رانيا خجر فيلي الشراب ده انا ما برفيه الشرابات لحد يا طن ممكن حضرتك ترفيه او تدي لي بنتا حضرتك ترفهولك برحتكو كده تعرف يا عادل ايوه عارف يا ماما ان رانيا كتبة المذكرات بتاعتي وتعرف كمان انها كتبة انها كانت تتمنى تعيش مع فارس احلامها في جزيرة في جزيرة والله عاملة زي القطط يا رانيا جزيرة اللي تعيش فيها انا مش خدتك قبل كده جزيرة الشايف ان انت الحيوانات وغديتك وحلينا كمان برز بلبن عادل احنا مش اتفقنا ولا ايه ايوه هي حرة يعني يا ماما تحلم بالله يا عايزاه وتعرف كمان يا عادل انها بتروى عليك انك فاشل في قهادة القطيع وان القطيع هو اللي بيقودك ايه الكلام ده بقى عادل بقى هو انتو قريته مذكراتها كلها ولا ايه وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك مش ممكن تبقى فعل دايما رد فعل لا 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 كده 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 او انا رد فعل ايه عادل انت بتتخلق معاها لشان انا كتبت كده متخلقش معهم علشان اقتحموا خصوصياتي خصوصياتي يا امو خصوصيات ايه يا احد الكلام ده كله تقوليني خصوصيات خصوصيات ايه يا سلام ما انت كمان كتب في مذكراتك ان انا مش مطعت احلامك وعمري ما كنت البت اللي بتحلم بيها ايه انت قريت كمان مذكراتي لعلمك بقى؟ انا محبش حد اقتحم خصوصياتك خصوصيات ايه يا بخصوصيات اي وجه خصويات دايما دي حاجه ببتأنا المسؤول عنها دي حاجه انا بفكر فيها وبتبقى في المذكرات فانا حرا وة كتب اللي انا عايزه حلاز انا كمان حرا انا sagen اكتب اللي انا عايزه لا انت مش حرا انت بتجوزة ومتجوزة راجل لازم تحترمي و لازم تحترمي كل كلمة بيقولها الراجل ده قدامك خلاص أنا كمان إنت كمان تتجوزي و لازم تحترم كل حاجة أنا بحس بيها جوايا أايوك اللي انت عاد سبيدة كان إيه كان إيه بتكتبك زيرة جبيرة اللي انت عادة صحية